استحدثنا حاجة هنبدأ مع حضراتكم النهاردة وان شاء الله نكملها الفترة اللي جاية حضراتكم بقيت التوعوا كتير قوي البطولات والدوريات العربية فقلنا بسرعة كده يعني نلقي بعض الدوق على أبرز الأخبار في الدوريات العربية في الدوري السعودي البرازيلي مالكم هاي الأخبار هاي البرازيلي مالكم يجتاز الفحص الطبي ووقع عقود انضمامه إلى نادي الهلال لمدة 3 مواسم في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون يورو رقم كبير بس مالكم جامد جدا يعني الاتفاق يحسم التعاقد أيضا مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أوليمبيك ليون وده أيضا لعب مهم جدا وسريع جدا فبينيو يعود إلى تدريبات ليبر بول غدا الأربعاء بعد تعطل صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الحياة كان بعض الصحف قالت انه مرضيش يجي اتحاد جدة عشان فيه أمور قانونية تمنع وجود كلابه معاه في المملكة العربية السعودية كلاب الشرسة يعني بس أكيد ده مش كلام أكيد يعني مسؤول خبر طريف يعني في الدول المغرب الجامعية العمال الوداد المغرب تتمسك باستمرار سعيد الناصري كرئيس للنادي بعدما عرض الرحيل بعد الإخفاق في الموسم الماضي طبع خسارة الدوري وأيضا خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي في ملعب محمد الخامس مروان الهدهودي يكرم مغادرة الرجاء بعد رحلة استمرت لمدة ثلاث موايس موضع بالفعل أعضاء الفريق والجهاز الفني كبيرا حانا وقت خود تجربة جديدة أما في الدوري التونسي فالتراجي يعلن تعقده مع الجزائري حسام الدين غشة قادما من أنطاليا سبور التركي بعقد يمتد إلى صيف الفين خمسة وعشين لاي مهم دي أبرز الأخبار العربة